في هذه اللحظات كابتن طارق سليمان مندرب حراس مرمى النادي الاهلي كابتن طارق براحب بك في البداية وبابريك لك على الفوز النهاردة رغم حسب النادي الاهلي بطولة الدوري لكن وضح الاسرار وجدية على لعبة النادي الاهلي ودي سمة من سمات الفريق كابتن طارق والله الحمد لله رب يعلمين امير على المكسب مكسب الحمد لله يعني برضو بيخلي المكسب يعني 26 مبارا مكسب دلوقتي كان نفسينا احنا نجيبه وانا اكتر من كده كان في اهدف كتير ضعايت كنا عزين نعدي الرقم بتاع الترسانة كنا مو كنا نعدي النهاردة يعني 71 هدف احنا الوقت سبعين ان شاء الله نعدي بإذن الله يعني فبارك طبعا لعلي وشريف النهاردة اشتناوش موجود في المباراة فالحمد لله يعني على المكسب والسنة ثلاث ماتشات ان شاء الله نلعب برضوها نحكسبهم ان شاء الله تقييمك لعداء علي لوت في النهاردة والله ما شاء الله يعني الولاد بيقدي بشكل كويس خد كرة عرضية كتير مشاء الله يعني كل الحاجات اللي جادوا تتعامل معها كويس بس ب longer كان فيه واحدة كتعداته في الشيط التاني انها موجود المباراة مشاء الله هاي حاال يعني هادي قاراتك كلها كويسة حتى حاجات الارسلات بتاعته كلها كويسة الحمد لله مشاء الله في واحدة كمان في الشت الأول اللي عام باندو قدامه ديها تعامل مع بشكل كويس قوي ف evento المباراة مشاء الله يعني اداء تنوب وراجل عمها مع النادي الاهل ومن بعد المباراة طنطة فاداء برضو فيه ثقة وعينة اداء متميز فتمنى ان شاء الله برضو الفترة اللي جاية يكمل مع الشناوي ومع الشريف ان شاء الله عقب عودة شريف من الاصابة كتير توقع ان الشريف هيشارك في المباريات خصوصا بعد اصابة حريص مرمالي الزماكة احمد الشناوي فبالتالي هيكون فيه فرص لشريف اكرام ان يكون متواجد في كاس العالم ودي بتبقى اكيد حاجة مهمة لكل اللعيب هل الجهاز الفني بالكادرد كابتن حسين وطبعا حضرتك فكرتوا في الجزئية دي باشراك شريف اكرامي في المباريات والله ان شاء الله باضن الله الفترة اللي جاية هتجد ان شاء الله ستشهد ان شاء الله يعني شريف ج appelle فترة بيتمرو بشكل كويس يعني دخل في اكتر من عشر طيامة او سبعين جاهزت我们 الرجانية في نهاية منافسة بينهم التلاتة ودائماً المنافسة دي أكيد بتطلع أداء كويس الحمد لله يعني الشينا هو قد بشكل كويس عالي إن شاء الله شريف لما يلعب إن شاء الله يقدي بشكل كويس بإذن الله إن شاء الله نتوقع من مباريات في بطولة الدوري وأيضاً كمان في بطولة كاس مصر التفكير بالنسبة لك وكجهاز فني في المباريات دي إيه؟ بطولة الدوري خلاص حسيمة بطولة كاس مصر أكيد في تركيز فيها والأكثر أهمية هي بطولة أفريقيا في شكل كاييلة إيه؟ إهداف كتير بناحول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنشاء الله إن شاء الله هنحققها وعرف الكلام ده كويس وكابتن حسام طبعا بيقول الكلام ده اللعيبة هداف كتير بنحاول انحنا ان شاء الله ربنا نكسب المبارول اللي جاي نبقى انحنا كده كده كسرنا الرقم اللي هو متسجل 26 مكسب في موسم واحد نحن الوقت الـ 26 فان شاء الله عزين نعدي بقى الكمان ان شاء الله ان نكمل الـ 27 ان شاء الله فمركزين في اللي جاي ان شاء الله يعني زي بقولك عندنا بطولتين غير بطولة الدوري بطولة كاس وبطولة أفروكيا فمركزين فيهم ان شاء الله فمركزين فيهم ان شاء الله